واحد ونخسر واحدة الكورة ونتسببه في البنائل تلك غلاط فردية قاتلة مازمونش يصيروا في المستوى هذي عند دوزيان ميتان تشوف معانتها براتيكمان للعيارة ما وصلت له حتى كورة ميتان كامل الكورة الوحيدة اللي وصلت تصير كونتر اتاكت مركات معانتها بونت ومشينا لكل القدام إلنو مانك معانتها لريوسيت إلنو مانك آنفان سانتر دوميتي آنرجيسور آنكسيال ماخذي ناش الوقت الكافي في اللي ماتشا ميكو باش نكتشفوا معانتها الملعبية باش نشوفوا معانتها الناس على حقيقتها خسارة توجع توجع بصراحة لانو حبينا نعملوا ماتش خير من هكا نعتذروا من الجمهور هذا تصريح شكل مفتاح مدرب قوف القفصة في المقابل مساعد مدرب نجم السيحلي محمد علي نفخة تانا تصريح التالي بعد فيكتور اليوم الحمدول لليوم توفقنا بش مركينة من اللول وصهلنا على رواحنا الماتش بعض الفرص جاءوا جاءوا الهداف الاخرين اللي زادوا رتحونا اكثر لكن مانسا وش اللي فهمه برشة شارج برشة تعب صرتوه مع الليتام تاع البولوز معانا كانت عالية شوية اللي قلقتنا زاد ما خلتنا شنين نجمو نلعبو كما نحبو ميبون يلفو سادبتي مع السيطيوسيون حاولنا بش نتاقلوه حاولنا بش نحطو الكورة في القاع حاولنا بش نلعبوه وطلي نجمنا لكن الحمدول اللي جينا عليهم حاجة ثلاثة نقاط اللي اخذيناهم وروحنا بيهم وان شاء الله من هنا القدام معنا تعاود نزيد ونخدم على رواحنا اكثر ونتحسنوا وان شاء الله جاي خير ان شاء الله جاي خير هيك اشقال محمد علي نافخة مدرب النجم السيحلي المساعد يلا نبدو بقاوف القافصة قبيلة في الكوليس تقولي قاوف القافصة مقدمتش مباراة خايبة ولكن خسرت له تابليه شانيس صحيح القاوف الرياضي بقافصة عملت الحقيقة ماتش محترم برشا فما برشا لعب فما فوليوم دوجو محترم برشا سيفري هاتيجة ثقيلة وخسارة ثقيلة خاطر شوف فما جمعيات كي تعمل معهم اخطاء بداية وفصادية دفاعية رهو ما يرحموك صرتوك يكون جمعية المقابلة جمعية وفريق كبير اللي كيف ما نقوله يستغل الفرص يستغل الفرص البداية كانت بها بالنسبة للتوال والهدف لول سهل برشا المقابلة على النجم الرياضي السحلي ودخلوا في المقابلة مع هذية شوف القاوف الرياضية بقافصة لحقيقة إلى ماتري زيلوجو في بعض مش في بعض في أغلب رده نشاطر شكر مفتيح نشاطره نشاطره كيف ما قلت لك الساذجة الدفاعية والأخطاء البداية هي اللي سهلت المقابلة على اللتوال وصعبت المقابلة على القاوف الرياضية بقافصة شوف اللي ينقص القاوف الزيدة كالكبار لفيكاستي العمل في الثلاث الأخير في مناطق الأدفيرسير هذية هو ممكن لانديكاب ولا المشكلة للقاوف الرياضية بقافصة حاجة أخرى مهمة لحقيقة وكان أشار لها المدرب المساعد للنجم الرياضي الساحلي وهي البيلوز البيلوز يكون القزان عالي خليش كرة تمشي وليه سيرفاس تولي تريلورد ولون بارشا لما فميش مهيش من سيرفاس رابيد اللي تخلي الاكسلاراتيون والسرعة في الهجمة والفينيسيون تكون بسرعة هذيك عليش معا معا زيدة فم حاجة ما هم بارشا اللي يحسب للنجم الرياضي الساحلي سيرتو في مقابلته اليوم التمركز الدفاعي الجيد والانضباط الدفاعي اللي كان على مستوى جيد وما خليش تقريبا القوافل يخلق الوضعيات ويجيب دي سيتياتيون بتاعت تسجيل أهداف واضحين كلك الزوكازيون دي تير دلوان فم حاجة أخرى زيدة بالنسبة للقوافل سي تريز امبرتون أنه فم التسرع في بعض الوضعيات خطر شفت فم السيتياتيون الملعبي طحت له الكورة بعد تمريره من المحمدي التمرير الثكية طاحت للاتاكون اللي على كل وضع معرفش كيف يتعامل معها كانت تزديدة متاعه بعيدة على الكاج ما يشميم حتى مؤطرة فم التسرع فم نقص خبرة ملعبية القوافل فم خدمة ناقصر قدامه دي جا قال ناقصين رجيسير ناقصين اتاكون بالنسبة للمدرب والدليل كانه في زوز مبارية خطرية كانت معفاة في الجولة الأولى هاي قال حتى على اكسيال يسيرتو اليوم ما بين انه الفريق ناقص اكسيال خاطره دي جا ولماتش للفارد تتعادل في الساد حمادي العاقر بضد الكلوب صفر صفر اليوم بالحق بين انه ناقص اكسيال ولكن الفريق ما يلاحظ انه مساجر حتى بون تير حاضرين هو شوف طريقة تقبول الهدف الثاني والطريقة كيفاش الديفنسور كيفاش ما معرفش يرجع الكورة وكيفاش خلى الكورة وراه واستغلها كيفاش معناتها عملة روبون وبعد مست بيديه بساسي فهم نايفتي ديفونسيف عند القواف الرئيارية بقصر كيفاش خلقت توت هاي ضد الكلوب مثلا تسعين دقيقة الكلوب تياجم وتحملوا المباراة ونحاق فرص الكل مش نفس الوضعية اشوف قدور في مقابلة المنادي الافريقي فم realised آآ فم اه فم استراتيجي المدربة وعمالها انه يكون بلوك الاولوية لولى هي انه يدافع ويعمل كثافة الدفاعية بلاعبي وسط الميدان في وضعية اليوم مع تسجيل هدف على بكري تلات الفريق أنه يغادر مناطق ويحاول يعمل ردة فعل الحقيقة لا يقص برشا القوافة الرياضية بكفصة كالك رتوش على المستوى الدفاعي وعلى مستوى التسجيل التسجيل وعلى الكمبرتمان أوفنسيف نتصور الفريق ينجم يديرك ويلقى يلقى معناتها لشانس بيش ينجم يسجل أهداف النجمة الساحلي في المقابل سجل ثلاثة بونتو كالعادة النجمة الساحلي يعتمد أكثر على الكرة الثابتة مفلتش الكرة الثابتة واليوم ثلاثة بونتو نجمة الساحلي سيفري اليوم إذا نشوفوا وسجل كيفما قتلك قبيلة شوية النجمة الساحلي خمسة أهداف فيهم ديجا كتر بالاريتي كتر ضربية جزاء وكورة من الركنية وبالرأس الغدامس يسجل هدفه واليوم كونتر القوافة الرياضية بقفصة اللي تغير في مقابلة اليوم هو اللي شوام بتاع المدرب من كان عبن يونس في المقابلات الفارتة كان أكثر معناتها اللي شوام بتاعه كانوا أكثر دفعية مثلا باستعمال مظاهير أيمن كلاعب ريويق اللي هو بن جيمة اليوم اللي يفهم اليوم نجم الساحلي مطالب بالفوز وبثلاثة نقاط اليوم في اللي شوام بتاعه يستعمل أسيل الجزيري كتوتولير واضح أنه المدرب جي للربح نتيجة التعادل وإلى الهزيمة لأعتقد ترضي جمهير النجم الرياضي الساحلي كيف ما قلت أنت بالضبط لذلك النجم الساحلي ما عملش ماتش كبير فما برشة واقعية فما استغلال لها فويت المنافس لذلك هذو ما كيف ما قلت لك قدور يخليه واليوم النجم الساحلي يجيب تروى فوان من ملعب صعيب برشة ومن أمعاء الأدفرسير محترم ومحترم برشة واضح سيمة حامد الحسين خالد قويدر هو حكم اللي قال حكم الشاب خالد قويدر بمناسبة هذي ثاني مقابلة لي وعندنا أربع لقطات منهم ثلاثة مطالبات بضربات جزير دقيقة 24 أصيل الجزيرية في أندويل مع لاعب قويف القفصة في مناطق جزير قويف القفصة واعتداء باليد على رقبة أصيل الجزيري في دقيقة 24 والحكم لا يعلق ضربة جزير لصالح النجم الساحلي بار كونتر ضربة جزير الغالطة هي لتزفرت في دقيقة 45 ولاعب القفصة الرياضية بقفصة في مناطق الجزير اليد متاعه كان طبيعية جدا وما كبرش جسمه ماخداش مساحة أكثر من يستحقها واليد كان طبيعية جدا ولا يستحق هنا اللقطة التي استحق ضربة جزيري ضربة الجزيري يعني اللي أعطاها ما هيش ضربة جزيري لكن النجم الساحلي كان يستحق ضربة جزيري اللي كانت صحيحة في دقيقة 24 الغالطة تزفرت وصحيحة ما تزفرتش الشوطة الثاني اللاعب قوف القفصة أكرم الجويني يستغل لتاكل تلعب النجم الساحلي في دقيقة 73 ويعمل ارتماءة مجانية تموية مجانية وهنا خالد قويدر كان موجود وأسند انذار للعب المهاجم لقوف القفصة مع مخالفة غير مباشرة دقيقة 91 راقي العواني يتسلم كرة من جاكم بي العواني راقي العواني واضح راقي يتسلم الكرة من جاكم بي وكان في موقف سليم والهدف الثالث من نجم الساحلي كان سليم وهنا نقطة إيجابية للمساعدة الحكم الثاني وكان شورجو ما فمش تسلم فمش تسلم ولقطة كانت كرة في العمق وكسر التسلم وهدف كان شرعي بدنيا كان ممتاز لكن عليه التدارك في الفنيات في مناطق الجزائر قطر راهو صلب التحكيم هو مناطق الجزائر مناطق الحاسمة وهنا لازموا يعرفوني تمركز خاصة أني بعد على لزون أكتيف لكن البدنيين راهو موش خعيب واضح أتكسا حاسي محمد بالنسبة راقي لعويني لحقيقة أنا ملاعبي شد انتباهي سرتو من كأس العالم من الأواسط بالأرجنتين الحقيقة الهدف زيدة قدور نذكر البونت الملغة زيدة ضد البريزيل اللي هو صحيحة حبالي فما لمسة يد حسبوها ما نذكرش ملي حسما نذكر وقتها ألغي الهدف بداعي لمس اليد أما الحقيقة الهدف ليس جوليوم هدف ممتاز مع التمرير اللي كانت الحقيقة ممتازة وهدف ثلث ممتاز واضح بعد شوية باش نحكي على مباراة أخرى في جولة اليوم مباراة في زفيا اتحاد بن جردين ضد الملعب التونسي 2 مقابل 1 بعد فاصل قاسية